يا خائل لا تتحطى يا خائل لا تتحطى تتعالى الأصوات المنددة بقرارات ما يسمى بحكومة الإنقاذ أتابع لهيئة تحرير الشام الفاعلة في مدينة إدلب وكأنها ثورة جديدة لكنها تخرج هذه المرة ضد حكومة الإنقاذ لتؤكد بأن المجتمع المدني الفاعل هناك سيكون له السلطة العليا في إدارة هذه المنطقة لم يكن مصير هذه الأصوات المتعبة والمنهكة بعد سبع سنوات من مصارعة نظام مستبد ساهم بتحويل معظم المناطق السورية لأنقاذ بأن تخفت أو تيأس بل ها هي اليوم ترتفع من جديد للمطالبة بإخراج المعتقلين الموجودين في سجونهم العشرات من المدنيين يجتمعون أمام مبنى وزارة العدل التابع لحكومة الإنقاذ ويطالبون أيضا بالعدول عن قرار مصادرة أملاك المسيحيين من أبناء مدينتهم بعد أن تم الإعلان عن ذلك خلال الأيام الماضية المشاركون في الوقفة الاحتجاجية حملوا حكومة الإنقاذ مسؤولية الانتهاكات في المدينة على رأسها اعتقال ناشطين في مجال الإغاثة قبل أن تفرقهم رصاصات نارية مصدرها القوات الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ لتكون هذه الوقفة الاحتجاجية فصل جديد داخل مدينة إدلب تعبر عن رفض الأهالي أي ممارسات تعسفية صادرة عن أي مؤسسة إدارية أو تنظيم عسكري داخل هذه المحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر